والغيب غيبان او لنقل ثلاثة غيب مطلق وغيب جزئي وغيب يطلع الله عليه بعض عباده سبحانه وتعالى فالغيب الجزئي مثل ما يغيب عن الناس ما يكونوا الان في هذا المسجد المبارك الذين خارج المسجد ويغيب عن ما يحدث في بيوتهم لكن بالنسبة لهم شهادة وبالنسبة لنا غيب ووضعنا هنا بالنسبة لنا شهادة وبالنسبة لهم غيب فهذا يسمى غيب جزئي يغيب عن بعض ويظهر لآخرين وهناك غيب يطلع الله عليه بعض عباده كما قال الله تبارك وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداء ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا فالله جل وعلا بمنه وكرمه يطلع بعض رسله سواء كانوا من الملائكة أو من البشر على بعض غيبه يطلعهم على بعض غيبه فيظهر لهم ذلك سبحانه وتعالى ومنها ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة ومنها ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم ما عرج به ثم عاد وأخبر أهل مكة عن السفار الذين سيأتون وماذا حدث لهم وغير ذلك من الغيوب التي يطلع الله تبارك وتعاليها بعض عباده جل وعلا